طيب انا اتكلمت شوية كتير عن نادي الزمالك عايز اتكلم عن النادي الاهلي وعندي كم حاجة كده عايز اتكلم عنه اولا اولا وليس دفاعا عن مارسل كولر من وجهة نظر النهاردة بدأ بتشكيل خاطئ مش تشكيل جيد بس انا اتمنى من السادة المتابعين المحللين الجماهير ان احنا نحلل مباراة اتنين تلاتة يعني مثلا تقول لي ايه كولر بقاله مباراتين تلاتة مش جايد بس ما تقول ليش ده نيس الكورة ده مدرب سيء ده مدرب كارسة ده مدرب مش عارف ايه مارسل كولر مدرب عظيم بحكم انجازاته الكبيرة والسريعة مع النادي الاهلي طيب واحدة واحدة وبرضو انا لقوا دافع عن مارسل كولر تاني انا شايف ان المباراة النهاردة ادىها بشكل غير جايد على مستوى التشكيل ولكن على مستوى التغيرات كان جايد مارسل كولر وبساطة شديدة عنده حسين الشحات لعب اساسي غايب عن الفئة بيرسي تاوي بتتكلم في امام عشور بتتكلم في ياسر ابراهيم بتتكلم في محمد الشناوي خمس لعيبة من القائم الاساسي للفريق غايبين للاصابة خمس لعيبة مهمين جدا خمس لعيبة تشكيلة اساسية اه ده نسيت كمان قاله ديانج حط عليهم ستة كده قال يو ديانج معاهم يبقى ست لعبين من التشكيلة الاساسية للنادي الاهلي غايبين عن الفرقة فما تنتظرش نفس الاداء المبهر اللي كان بيعمله الاهلي مع مارسل كولر هتقول لي يا عم عادي الاهلي مليان لعيبة هقولك ريال مادريد مليان لعيبة منتشستر سيتي مليان لعيبة بس منتشستر سيتي لو غاب عنه هالند وكيفين دي بروين ودياز وإيدرسون ورودري هيتأثر ممكن يكسب زي ما لقى لي بيكسب بس هيتأثر جدا في المباريات الكبيرة طيب ريال مادريد غاب عنه فينيسيوس رودريجو بالفيردي كورتوة مليتاو هيتأثر فبس أنا بحب الأمور تبقى منطقية وزكية آه انت عندك عمق في القوام وفي التشكيلة بالمناسبة النهاردة الاهلي رغم النقصان اللي في الفرقة بتاعته بس كان الدكة بتاعته اققى من دكة الزمالك مثلا اللي كسب النهاردة بالمناسبة يعني يعني الزمالك منقوص أكتر من الاهلي بس دول التشكيلة الأساسية بتاعت الاهلي غيبين عنده عناصر آه جيدة تانية آه بس يعني مش بنفس جاهزية الأساسيين على أهلي عمش أقول إن هو أهلي منه دي حكاية ترجمة نانسي قنقر